ازاي اوكو عامليني يا ربي الجماعيكم بخير النهاردة هنتكلم على كيف تربي ابنك بدون عنف ازاي نربي ولادنا من غير عنفه وضربه وإهانة والحاجات اللي احنا بنقول نعملها كتير دي اول حاجة تعزيز السلوكيات الجيدة لما ابني يعمل سلوك كويس اعززه على طول مباشرة ادي له حاجة حلوة اسقف له اقول له شكرا على ان انت كويس شكرا على ان انت تصرفت صح في الموقف ده تمام تاني حاجة انتظار العواقب الطبيعية انتظار العواقب الطبيعية يعني سيب ابنك يعرف عواقب فعله يعني مثلا انقصر لعبه خلاص مش هيكون اللعبة دي موجودة تاني مش تقدر تجيبها له تاني تمام تمام بدل ما تقصر اللعبة تجيب له غيرها تمام هو معرفش ان ليه عواقب هيحس بعد كده ان الحاجة ملاش قيمة التالت حاجة توضيح عواقب السلوكيات السيئة بمعنى هشرح لابني العواقب بتاع السلوك السيئ اللي هو بيعمله زي مثلا ان هو لو مرتبش العابه لمهم هيتحرم منهم لمدة اسبوع ونفذ على طول يبقى لازم اعرف ابني عواقب السلوك السيئة هو دلوقتي مرتبش اللعب بتاعته خلاص هيتحرم منها لمدة اسبوع ونفذ على طول رقم اربعة الحرمان من بعض الامتيازات للحرمان من بعض الامتيازات وده بيكون مباشرة بعد السلوك السيئة يعني مثلا هو محلش الواجب تمام اقول له خلاص مفيش مش تتفرج على تلفزيون بالليل خلاص على كده يعني مباشرة بعد اما السلوك تعمل هو تعاقب عليه تمام يبقى الحرمان من بعض الامتيازات دلوقتي ويكون مباشرة بعد السلوك السيء محلش الواجب خلاص مفيش تلفزيون بالليل تمام او مفيش تاب او مفيش موبايل على حسب الامتياز اللي هو بيخضو او الحاجة اللي هو يعني متميز فيها بيعملها رقم خمسة منح مهلة من الوقت ومنح مهلة من الوقت دي بيكون في عمر صغير شوية مع الاطفال يعني لو الطفل سنه سنتين وبيرمي الحاجات ممكن اسيبه لمدة دقيقتين بس في اوضة مثلا تانية واسيبه والنور مفتوح والباب مفتوح مش اطفي عليه النور واقفل عليه الباب لا اسيبه على كرسي قاعد على كرسي لمدة دقيقتين والنور مفتوح والباب مفتوح وكل وسائل الامان متاحة تمام وكده الطفل بيبدأ يحس انه بيعد عن ماما او بابا فبيبدأ يحس ايه انه عمل حاجة غلط ده لو عمر الطفل صغير تمام اقل من خمس سنين رقم ستة تجاهل بعض السلوكيات السلبية يعني فيه سلوكيات كتير احنا بندقق عليها والمفروض ان انا تجاهلها لانه وقت الطفل ما بيكونش فاهمها ولا بيكون مستوعبها وهي حاجة مش خطر يعني مثلا طفل بيشتموه مش مستوعب اصلا الشتيمة ما تسيبه ما تعمل نفسك ما تسمعه مرة في التانية هيسكت لا اصل هو بيحرجني قدام الناس ما احنا اتفقنا نخرج الناس بقى من القصة انت بتربي ابنك عشان يطلع كويس عشان يطلع شخص سوي مش عشان الناس اصلا تمام اه فبنشوف بنعمل انتقائية للسلوكيات اللي ممكن اتجاهلها زي الشتيمة زي مثلا انه يقبط اخته ومن غير يعني هو معدي كده اعمل نفسي مش واخد بالي هو ما ضربهاش يعني تمام او العكس او لو اخته ضربته حاول اتجاهل لو فيه سلوكيات بسيطة كده نحاول نتجاهلها اللي بعد كده الخطوة اللي بعد كده او ممكن طرق تانية انتبعدنا عن العنف شوية تعليم الطفل مهارات جديدة ابن كل ما يتعلم مهارات يحل بيها المشكلات يعرف يتفاوض يعرف يتنازل شوية بيساعد على التقليل من المشكلات اللي عند الطفل المشكلات السلوكية تمام الخطوة اللي بعد كده او الطريقة تانية يعني تعزيز تقدير الزات لدى الطفل لازم اعزز تقدير الزات لدى الطفل بمعنى ايه اطفال كتير جدا لما هم بيلاقوا نفسهم محدش بيقدرهم فبيحاولوا يعملوا اي سلوكيات غلط عشان يلفتوا الانتباه فانتا حاول تدي له مهام يحاول ينجزها وتحاول تشجعه عليها وتقول له كلام حلو بعد ما ينجز الحاجة يتعلم مهارة جديدة وبالتالي هيظهر قدراته فيها وهكذا وكل ما يتعلم مهارة نزود الصعوبة اكتر يتعلم مهارة جديدة هيبدأ يحس بتقدير ذات نفسه ويبدأ يحس ان السلوكيات هتبدأ الاب والام يحس ان السلوكيات السلبية او السيئة بتقل تمام القطوة اللي بعد كده تعليم الطفل ضبط الانفعال والغضب هعلم ابني يزبط انفعاله وغضبه ازاي في بعض الطرق اللي ممكن اعلمها الابني وقته ما يتعصب عشان تهديه ان هو مثلا عد من واحد لعشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تمام كده او مثلا ان هو يغير مكانه او ان هو مثلا يقوم يتمشى مثلا او ان انا مثلا حطط له مكان فقطه ويدخل يقعد فيه شوية كده يعني دي طريقة يتعلم يزبط بها غضبه تمام ويغير ويهدى شوية بعض الطرق يعني كمان من ضمن الحاجات اظهار التعاطف مع مشاعر الطفل يعني الاطفال كلهم بيتعرضوا اوقات لمواقف مفاجأة بتكون فوق طقتهم تمام فده بيخليه توطر ويقلق جامد فمش وقت خالص ان انت تلومه او تنتقده او تدايقه او تهزقه في الوقت ده لازم تحسسه بالامان احضنه طب طب عليه قل له معلش انا جنبك انا هنحاول ندور على حل المشكلة لكن ما توطرهوش زيادة تمام التواصل مع الطفل قبل تصحيح السلوك اتواصل معاه قبل تصحيح السلوك ازاي كتير جدا منه مش بيكلم ولاده باستمرار ما يعرفش حاجة عن ولاده التواصل الفعال والمستمر بيخلي سلوك الطفل السيء يقل لان سبب السلوك السيء اصلا شعوره نحية نفسه بالسوق انه مش مهمة عند حد ومالوش لازمة ومحدش بيحبه تمام فلازم ده كل ده بسبب فجدان التواصل مع الاب والام لكن انت لو بتتواصل مع ابنك باستمرار السلوك السيء عنده هيقل لانه هيقدر نفسه لانه شايف بابا وماما بيقدروني تمام مثال مثلا ان انت تحط يدك على كتف ابنك تنزل لمستوى عني تميل كده عليه وتنزل لمستوى يبقى فيه تواصل بصري بينكو وتقول له انت ايه اللي مدايق يا كتاب انت حصل حاجة في المدرسة زعالتك النهاردة هيبقى فيه تواصل بينك وبين ابنك وياريت يكون بشكل مستمر كمان من ضمن الطرق اللي بتخلينا نقلل العنف مع اولادنا الاحترام المتبادل كلنا نحب ان اي حد يعملنا بشكل كويس وبشكل مهزب وصوته ما يعلاش وما يضايقناش ولا يضربنا ولا يزعق لنا ولا يهنا ولا اي حاجة ولا يلوم علينا ولا الكلام ده كله ابنك نفس الكلام فانت الطريقة اللي تحب تتعامل بيها عامل ابنك بيها والطريقة اللي تحب الناس تعامل ابنك انت كمان عاملوا بنفس الطريقة دي تمام كمان هنحط قواعد اساسية قواعد اساسية يعني يعني انت بتحط اربع او خمس قواعد اساسية وعمة عشان ابنك يعرف السلوك المطلوب منه يعني مثلا ممكن تعلمه يقول شكرا ممكن تعلمه يخبط على الباب ممكن تعلمه من فضلك طبعا دفس النموعين بعد كده كل لما كده بتعقد بتحط قواعد اكتر تعلمه يخسل ايده قبل كل الوجبات فبالتالي لما تكونه في مكان برا هيقوم يخسل ايده تمام وطبعا لازم يكون في صبر عشان السلوكيات دي او القواعد دي تفضل موجودة عند الطفل وتزيد بقى كل مدى بتزودها تمام ده بعض الطرق اللي احنا ازاي نربي ولدنا بدون بدون عمف تمام نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد مع السلام